اشتركوا في القناة انه عربي امريكي يريد من مواطنيه ان يفكر مليا في اكثر الموضوعات حساسية فما الذي يمكن ان يحدث باسل ميوسيف مرحبا بك هذه بداية رائعة نعم مرحبا انه حقا حديث صعب جدا انه من دواعي سروري ان ارحب بكم في برنامج هارتوك انا سعيد جدا بوجودي هنا وشكرا جزيلا لاستضافتي اريد ان ابدأ بالانتقال الذي قمت به من مصر الى الولايات المتحدة منذ حوالي عشر سنوات اصبحت مهاجرا لكنني اتساءل عن جانب واحد فقط من هذه الخطوة وهو حس الفكاهة لديك برأيك ما مدى سهولة انتقال الفكاهة عبر الحدود انه امر صعب للغاية لانه لا يتعلق فقط بالكلمات بل بالموسيقى والتناغم والايقاع عندما بدأت في تقديم الكوميديا شعرت انني سيء للغاية لان الامر لا يقتصر على كتابة النكات بل يتعلق بالايقاع الذي اعتاد الناس على استقباله لذلك عندما تحدثت الى الامريكيين كان الامر مختلفا اذي يجب ان تجد التحدث بطلاقة يجب ان تكون سريعا ايضا كما يجب ان تتوافق مع الاقاع الذي يتوقعه الناس منك وذلك عند سماع الكلمات والنكات وهذا يستغرق وقتا انت تتحدث عن تعلم التناغم والاقاع ونفس المستوى الذي يتوقعه الناس لكن الموضوعات نفسها يجب ان تتغير لانك في مصر كنت الساخر الذي ينتشر على شاشة التلفاز ووسائل التواصل وكان لديك عشرات الملايين من المعجبين الذين احبوا الطريقة التي كنت تسخر بها من الموجودين في السلطة لكن لم يكن من الممكن احضر ذلك معك والقيام به في الولايات المتحدة عندما تأتي الى هنا لديك خيارا اما ان تعيش في الماضي وتستمر في الحديث عما بقى خلفك وهذا غير عادل لانك تتحدث عن بلد لم تعد فيه لانه يجب ان اكون في الداخل واتحدث عن ما يحدث هناك ولابد لي من تحمل هذا العب اذا كنت اقيم في الداخل ثانيا وانا هنا في الخارج السوق هنا مشبع بالفعل فلديك ساخرون مثل ستيفن كولبرت وجوني ستيورت وتريفر نوة فامريكا لا تحتاج الى رجل يأتي من مصر ليقول للناس دعوني اخبركم كيف ينبغي ان تعمل سياستكم لذلك حولت الكوميديا الخاصة بي لتكون اكثر من رحلة شخصية كنت دائما افكر انني شخص سيتم الحكم عليه بسبب ما سيقول وبعض الناس سيحبون ذلك وبعضهم لا وقد جئت الى هنا كمهاجر عندما تولى ترامب السلطة كل هذا وضعني في موقف فريد جدا لقد كنت في مجال الطب وكنت اكره ثم ذهبت الى الكوميديا ولم اكن قد تأهلت لها لذا اشعر كأنني سمكة خارج الماء كان برنامجي بمسابة ساعة من القصص الشخصية حيث كان علي ان اعمل بجد من اجل تلبية التوقعات امامي هل مر بقى وقت ونتسألت عندما غادرت مصر اذا كنت تريد التخلي عن الكوميديا تماما لانك ربما شعرت بالمرارة واعلم انك شعرت بالاتحاد لانك كنت هناك ووجهت دعاوى قضائية وتهديدات ايضا وعندما وصل النظام السيسي الى السلطة وبالتأكيد لم يرغبوا في استمرار برنامجك واعتقد انك شعرت ان العديد من المصريين اتهموا كحينها بالخيانة لانك لم تظل بجانبهم نعم هذه هي المشكلة تحويل بعض الناس الى ايقونات عندما كنت كوميديا كنت افعل ما يفعله الكوميديون ثم فجأة ولانك تؤدي عملك بشكل جيد ولان ما يعملون في الاعلام والسياسة كان يفسدون الامور كان عملي الذي اتكسب منه هو السخرية وكان هذا من واجبي لذلك ينظر الناس الى الاشخاص الذين يقومون بوظائفهم بشكل جيد ثم فجأة يعتبرونك الصوت الذي يعبر عنهم ويمثلهم وهذا خطأ لكن قد يقولون لك هل تعني انك لم تكن تقصد عندما كنت تذخر من رئيس السيسي او نظام او انك لم تهتم حقا بمستقبل الناس بالطبع ان اهتم ولكن عند نقطة معينة ان انسان وهناك امور مثل السلامة الشخصية وسلامة العائلة والاشخاص الذين اهتموا بهم يجب ان اوازن بين ذلك وبين الاستمرار في كوني صوت للناس وهذا امر لم يكن لي عمل ألم يكن ممكن ان تكون وكيلا للتغيير في مصر اذا اخترت البقاء واناك مثال رائع لذلك ممكنك ان تقول كان من الممكن ان اكون مثله وهو فولودمير زيلينسكي كان ممثلا كوميديا ثم حقق نجاحا كبيرا في اوكرانيا وترجم ذلك سياسيا بشكل جيد هل تعتقد انني لو بقيت في مصر لكنت مثل زيلينسكي لا وربما اصبحت في مكان اخر مكان اكتر راحة واكتر دفءا وقتاما تقصد في زنزانة السجن طبما بالطبع حسنا لنشرح لمشاهدين حول العالم هل من المستحيل ان تتخيل انه كان بامكانك القيام بهذه الخطوة لتصبح صوتا لمن يريدون التغيير في بلدك هذا ليس دوري ليس كل كوميدي ساخر يجد اداء وظيفته يجب ان يصبح سياسيا يمكنك ان ترى بعض الاشياء وتلفط النظر اليها هذا لا يعني انه عليك ان تقود الناس في مجال السياسة فقط انا كوميدي هلم يكن لديك اي اهتمام بذلك ابدا لا لانني احب الكوميديا فقط ولا اريد ان اكون ناشطا او سياسيا او مناضلا من اجل الحرية انا لست كذلك تلك هي المشكلة لقد اصبح الناس مفتونين جدا بالكوميديين كأنهم يقولون انتم فلاسفة عصرنا ولكن نحن كوميديون فقط ونحن نشير الى الاشياء والامر متروك للاشخاص لاجراء التغيير بعض الناس قد يأخذون الامر ابعد من ذلك وانا احتنم ذلك ايضا ولكن بالنسبة لي افضل البقاء في اطار الكوميديا بالعودة الى موضوع الانتقال الى الولايات المتحدة لقد نظرت للتو الى الطريقة التي صارت بها حياتك المهنية عندما اتيت الى هنا لاول مرة كان الامر صعبا في البداية كنت تذهب الى النوادي في الولايات المتحدة حيث لم يعجبك الجمهور ولم يجدك مضحكا نعم كنت اعود الى المنزل ابكي احيانا واقول اعتقد انني انتهيت وبعد ذلك كان هناك اوقات اخرى للصعود والهبوط لقد صعدت بسرعة كبيرة وهبطت بسرعة كبيرة والان يحدث هذا مجددا وكنت افكر يا الهي ها نحن نعود مرة اخرى متى سينتهي ذلك نعم لكنني اتابع هذا المصار الان فهل يصعد نجمك حاليا حسنا فقط بسبب اجراء مقابلتين اصبحت في افق الشهر مجددا وهو امر رائع ويقول الناس الشيء نفسه انت صوتنا شكرا لانك تمثلنا واقول لهم يا رفاق انا كوميدي فقط لقد دعيت للتحدث ولاجراء بعض المقابلات وانا اعبر عن رأي وفي بعض الاحيان يكون رأيي كوميديا واحيانا اخرى يكون جديا ولكن من الخطورة جدا ان نحاول الناس الى ايقونات لانه عندما تفعل ذلك تجعلهم يمثلون قضية ما فان هذا هو اسوأ شيء يمكنك القيام به من اجل هذه القضية لقد تغير شيء ما بالفعل مع الاحداث الرهيبة التي وقعت في السابع من اكتوبر وما حدث بعدها في اسرائيل لقد تغير شيء ما بالنسبة لك ايضا لانك اخترت التحدث الى وسائل الاعلام العالمية عن مشاعرك كوميدي عربي امريكي نعم ليس كسياسي ولكن كانسان لان لدي بعضا من الشهرة دعيت الى هذه البرامج وكنت اتكلم هذا دوري واريد الاستمرار في ذلك ولانني اعتقد ان الامر غير عادل كنت اتحدث ولكن اكون صادقا لم اكن اهتم ولكن يمكن ان ارى مشكلة الشرق الاوسط كمشكلة مزمنة لا تنتهي ابدا تقصد قبل السابع من اكتوبر كنت تجلس هناك وتقول هل اخر شيء اريد ان افكر فيه هو القضية الاسرائيلية الفلسطينية ام ماذا نعم انها مشكلة مزمنة ولن يتمكن احد من حلها انها كرمال متحركة انها تستنفذ كل طاقتك كيف يمكنك التحدث عن شيء فشلت فيه كل الانظمة والبلدان انه عش الدبابير لم ارغف في الخوض في هذا الامر ولكن عندما رأيت المؤيدين لاسرائيل تحدثون الى وسائل الاعلام شعرت ان دمي يغلي لانني كنت ارى ان هذه اكذيب واضحة وقد اثار ذلك شيئا بداخلي لقد غدرت مصر لانني لم اتمكن من قول ما يدور في ذهني وجئت الى هنا حيث يمكن ان تقول ما تشاء ثم فجأة عندما تتحدث عن اشياء معينة يتم اتهامك ممن ينتمون الى اليمين واليسار والوسط فلماذا يعد انتقاد اسرائيل معاداتا للسامية انك عندما تتقد السعودية او ايران او مصر لا احد يصفك بانك كاره للاسلام ولكن مع اسرائيل فقط يكون الحديث عن الشعور بالذنب وتحويل الاخرين الى ضحية ان اسرائيل هي حكومة ودولة ولا اعرف لماذا لا يمكنني كامريكي ان اقول ما اريد عن ترامب او بايدن عندما يتعلق الامر باسرائيل فانه يكون مثل الفخاخ المتفجرة التي لا يمكنك الدخول اليها هذا غير عادل وضد حرية التعبير وضد الوعد الذي اعطته الولايات المتحدة ودول الغرب لشعوبها عندما طلبوا منهم القدوم اليها ما فعلته ان تؤاني ان اسلوبك في معالجة هذه القضية كان رائعا وتحديدا في برنامج بيرس مورغن وهو محاور بريطاني وزميل اعلامي نعم وقد قم بعمل جيد جدا نعم ما فعلته في برنامجه كان امرا مدمرا لانك شاركت في برنامج عالمي واستخدمت احد اكثر اشكال السخرية قتامة والسخرية التي اعتقد انك قلتها كما تذكر دعوهم يقتلون الفلسطينيين يجب عليهم حتى ان يقتلوا المزيد وقلت انني اعرف الفلسطينيين وعائلة زوجتي فلسطينية ولا اعرف ابدا كيف اقتلهم لكنني مستمر في المحاولة وكان هذا نوعا من السخرية السوداء والتي اعتقد انها دمرت المقابلة بالكامل كيف كنت تفكر بعناية فيما تقول انا لا اعرف لانني كنت ذاهبا الى هناك وفي ذهني انه من الممكن ان اخسر مسيرات المهنية وفي الواقع فقدت بعض الاشياء فقبل مقابلتي مورغين تم اختياري لأكون مشاركا في فيلم السوبرمان وقمت بالتجارب الاداء وكانت الامور جيدة وقبل يوم واحد من الهجوم الذي واقع كنت في استراليا ولكن بعد الهجوم اخبروني لقد غيرنا السيناريو الخاص بك ولم تعد موجودا في الفيلم انا احاول ان افهمك باسم لكنني لست متأكدا تماما هل تقصد انك في فيلم سوبرمان؟ نعم ليس في دور السوبرمان بالتأكيد لانني كبير في السن للقيام بهذا الدور ولكن كان لدي دور جيد وقد تحدثوا معي واحبوا تجربة الاداء واتصلوا بي بعد ساعة من تجربة الاداء وحصلت على الدور ولكن بعد الغاء الدور كنت حزينا لبضعة ايام وكنت غاضما من شركة وارنر برادرز ودي سي اذا ما تقوله انهم غيروا الدور بطريقة جعلتك تقول لا انا لن افعل ذلك بعد الان لا لا لقد تم الغاء من الدور تم الغاءك من الدور نعم لكن في هولويد يحدث هذا دائما وتتغير النصوص طوال الوقت كان جزء مني غاضبا وكان يبدو الامر مثل ماذا؟ لقد فقدت الدور في سوبرمان في فيلم عالمي بسبب انني عبرت عن رأيي لذلك انما ذهبت الى برنامج بيرس مورغين كنت اعلم انه يمكن ان اخسر بعض الاشياء وهو ما حدث وربما كنت افقد بعض الناس من حولي اذا لم ابدل جهدي انت قلت ان سخرية كانت قاتمة اتعرف لماذا؟ لان الواقع كان اكثر قتامة لاننا كنا نجلس هناك وهم يمدحون اسرائيل لان الجنود يحذرون الناس قبل ان يقصفوهم ماذا؟ هذه هي السخرية حقا انهم يقتلون الناس ثم يشعرون بالحزن حيال ذلك وقد قرأت عن تعبير في العبرية يمكن ان يترجم حرفيا الى اطلاق النار ثم البكاء وهو يشير الى مجموعة من المقالات والكتب والافلام في وسائل الاعلام الاسرائيلية عندما يتحدث الجنود عن حزنهم بعد اطلاق النار على الناس ونرى ذلك ايضا في الافلام الامريكية فالامر لا يتعلق بالاف الاشخاص الذين يقتلون بل بالصحة النفسية للجنود الذين اضغطونا على الزنات ثم يقولون نحن نقتل المدنيين هذا امر مؤسف حقا ماذا؟ ماذا؟ لا لا انه امر رائع ولكن ما اسمعه منك هو الكثير من الافكار حول ما تفعله اسرائيل وما تمثله الصهينية لك وربما سمعت اقل بشأن افكارك حول حماس فكيف تعلقك عربي امريكي وكمصرين ايضا على الاسلاموية والتعهد بالعنف والالتزام باقامة ما يسمى بكيان الاسلامي فلسطيني من البحر الى نهر الاردن وما اذا كان لديك نقض لما تريد التعبير عنه او انه ليس لديك القدرة على التعبير عن ذلك لا لكن هل قلت كيان اسلامي من البحر الى النهر هل قلت ذلك؟ نعم قلت ذلك لكن الناس الذين يهتفون بالقول من النهر الى البحر ليسوا كذلك وليسوا من الاسلاميين بل ان العديد منهم لا يتفقون حتى مع حماس وعبارة من النهر الى البحر هي هتاف فلسطيني لا يوجد شيء في الاسلام في ذلك هذا اولا ثانيا فان عبارة من النهر الى البحر صاغها الاسرائيليون اولا كان ذلك في مثاق حزب الليكود عام سبعة وسبعين وكان مفاده انه من البحر الى نهر الاردن لن تكون هناك سوى السيادة الاسرائيلية وثالثا عندما انتقلت اسرائيل انني افعل ذلك لانها في موقع القوة انا لست من محبي حماس على الاطلاق وكما تعلمون من خلال تاريخي في مصر فان الاخوان المسلمين لا يحبونني وانا لا احبهم فانا ضد وجود الدين في السياسة ولهذا السبب اجد انه من النفاق الشديد ان تقول اسرائيل اننا دولة ديمقراطية علمانية وفي نفس الوقت تقولوا نحن دولة يهودية هل انتم دولة دينية ام ديمقراطية هل انتم مع العلمانية ام انكم حصريا لليهود كما يتحدث الغرب انه لبرالي وعلماني وديمقراطي وعندما فقط يتعلق الامر باسرائيل فهي دولة دينية لماذا؟ حاولوا ان تقنعون ان الاسرائيلي له حق في هذه الارض اكثر من الفلسطيني دون ان تستخدموا الدين هم لا يمكنهم ذلك لانه حتى الصهيين الليبراليين يقولون جميعا نحن ملحدون ولا نؤمن بالله ولكنهم يأتون ويقولون انها ارض وهباها الله لنا انها ارض المعاد فمن الذي وعدهم بها؟ او يقولون شعب الله المختار من اختاره؟ الاله؟ اله من؟ اله ام الهك؟ ام اله من؟ ما افهمه هو انك اتيت لهذا البلد وتقول لقد انتهيت من السياسة ومن توقعات الناس بانني استطيع احداث التغيير لانني في النهاية مجرد كوميدي وها انت اليوم والعديد من العرب الامريكيين بل وفي العالم العربي وخاصة الفلسطينيين يرونك الان صوتا مهما للغاية يعبر عن غضبهم وشعورهم بان وسائل الاعلام الدولية غير عادلة وبان رسالتهم لن تصل ابدا فهل تشعر بعدم الارتياح مرة اخرى بانك اصبحت صوتا لهم؟ نعم انا خائف من ذلك ويأتي الناس الى برامجي ولكن لو كنتم تتوقعون مني ان اتحدث عن اسرائيل وحماس فلا لقد كنت اعمل خلال ساعة برنامجي لمدة خمس سنوات ولا توجد نكتة واحدة في برنامجي عن ذلك واذا اتيتم الى برنامجي تتوقعون مني ان اتحدث عن بيرس مورغن واسرائيل لا لن افعل انا مهتم بالفعل بهذه الواجهة التي تربط بين الكوميديا واصعب الموضع في الوقت الحالي ومن اصعبها في العالم ما يحدث الان في غزة بوصفك كوميديا هل من الممكن ان تجد الفكاهة وان تلقي التعليقات الساخرة حول ما يحدث الان؟ انها مسألة حساسة للغاية وهذا امر مرهق للغاية فاحيانا ترمي باشياء معينة في منتصف الكلام كنت مثلا في استراليا وكنت في دار الاوبرا حيث وضعوا صفوفا امامية اضافية من الكراسي امام الصفوف الامامية ثم جاء الاشخاص الذين كانوا في الصفوف الامامية ليجدوا فجأة اشخاص يجلسون امامهم ثم قلت هذه ليست كراسي اضافية انها مستوطنات غير قانونية فضحك الناس فهناك مثل هذه الاشياء الصغيرة ليس من الضروري ان تنطوي الصخرية على اهانة ولكن مع اهتمامك بتلك الواجهة بين الكوميديا والسياسة سأخبرك لماذا هذا الامر مهم انك تعرف كل شيء عن الكوميديا في امريكا ما يثار حاليا حول ما يعرف بالكياسة السياسية فيقولون مثلا لا يمكنك ان تتحدث او تمزح بشأن هذا الامر او ذاك فلماذا لا يمكننا ان نعلق بصخرية حول ما تفعله اسرائيل ولماذا تعتبر كل نكتة او انتقاد لاسرائيل بمثابة مشاعر معادية للسامية لكن من الملفت انك تقول ذلك انا افهم الامر تماما بانك كوميدي وتريد ان تكون حرا في معالجة حتى اصعب القضايا لكن لا يمكن انكار ان هناك ارتفاعا في معادلات السامية في الولايات المتحدة كما ان هناك ارتفاعا في معادلات الاسلاموفوبيا والهجمات على الامريكيين العرب فهل تشعر بمسؤولية جاه ذلك او ان عليك تخفيف حدة الامر واستخدام لغة لا تزيد الامور اشتعالا لا هذا هو الشيء على الناس ان يفرقوا بين النقد والكوميديا وبين التحريض على الكراهية يمكنك السخرية من المسلمين ومن اليمين واليسار والوسط ولكن هناك فرق بين وصفهم بانهم ارهابيون او الفرق بين الكوميديا وما هو حقيقي عندما اخرج اتحدث عن الحكومة استطيع ان اقول ما اريد لانني اقول كثيرا عن حكومتي وانت ايضا اذا المشكلة في هذا الخلط بالطبع هناك ارتفاع في معادلات السامية ولا استطيع حتى ان اتخيل مثلا وجود صبي يهودي يذهب الى الكلية ويصاب برصاصة في عموده الفقري لانه يتحدث بالعبرية وهي نفس الطريقة التي حدثت مع الصبي الفلسطيني هشام عورتاني الصبي الفلسطيني الذي اطلق عليه النار لانه كان يرتدي الكفية ويتحدث باللغة العربية في ولاية فيرموند في جامعة براون وهناك اطفال يهود يقبعون في مساكنهم لانهم يخافون الخروج اود فقط ان اقول لاسباب قانونية ان تلك القضايا التي اشرت اليها فضيعة حقا لكنها لا تزال قيد التحقيق وامام المحكمة نعم هي قيد التحقيق وليست نهائية ولكن ذلك يحدث وريد ان نعود الى فكرة انك تعيش الان مع عائلتك في لوس انجلس كمواطن امريكي البعض سوف يفكر قائلا اذا هذا هو الرجل الذي يعيش في بلد يرسل او يسعى لارسال مساعدات اخرى لاسرائيل بقيمة 16 مليار دولار كمساعدات عسكرية وغيرها بالاضافة الى 4 مليارات دولار سنويا ويقول هذا الرجل انه فخور بكونه امريكيا ويحب العيش هناك نعم انا اؤمن بفكرة امريكا لقد عطتني فرصة ثانية وانا فخور بذلك واريد ان ينشأ اطفالك امريكيين مصريين فخورين ايضا لكنني لا احب السياسات الامريكية ولا احب قيام الحكومة الامريكية بتخريب هذه الفكرة لذلك انا كامريكي اريد ان يكون لي رأي في تغيير الطريقة التي يتم بها الخطاب السياسي الامريكي لذلك ساكون اكثر لكن هل تقبل ان تكون باسم يوسف الذي قال لي في بداية هذه المقابلة ستيفن اريد ان اكون واضحا معك انا ممثل كوميدي ولا اسعى الى تغيير الاشياء نعم لكنني اريد ان اقول انه يمكنك تغيير الاشياء عن طريق الكوميديا وليس عن طريق النشاط ما يعني انني لن اذهب وسط التجمعات السياسية ولا اريد ان اكون جزءا من ذلك لكنني كامريكي فاشعر عندما ارتدي من يمثلني مثل الجيش الاسرائيلي وعندما يتلقى السياسيون الذين اصوت لهم اموالا من مجموعات المصالح الخاصة مثل ايباك ون ار اي وفجأة يضيع صوتي سودان والآن يقول الناس ان الديمقراطيين يبتزوننا واذا لم تصوت لبيدن سيأتي ترامب ماذا فعل لنا بايدن؟ وقد قمت بالفعل بصياغة اسم جديد لبيدن وهو جو بايدن العجوز المؤيد للابادة الجماعية انه حتى ليس جيدا بما يكفي ليكون رجل ابادة جماعية واريده ان يعود الى التاريخ لان الناس بحاجة الى الفهم انت صوت مهم في المجتمع العربي الامريكي وها انت ذا تخبرني الآن بذلك انك تريد ان يخسر جو بايدن انا لا اتم بفوز التاريخ ولكنني لا اريد جو بايدن ولان ما نطلبه جميعا هو وقف اطلاق النار ووقف القتل اوقف القتل ممدى صعوبة ذلك ومن ثم هناك محاولات ابتزاز من خلال حقوق الانجاب وحقوق الاقليات لذا اذا فقدت امرأة وامل ان لا يحدث ذلك ابدا حقوق الانجابية في ولاية تينيسي يمكنها الذهاب الى كاليفورنيا او اجراء عملية اجهاد ولكن اذا كانت امرأة في غزة فليس لديها اي مكان لتذهب اليها انك تقتلهم بشكل اساسي وتحاصر الناس وتسمح بذلك لاسرائيل التي كانت عبءا على السياسة الامريكية وعبءا على الاقتصاد الامريكي وهي عبء ايضا على اقتصاد المصالح الامريكية في البلاد وهل لا يجعجك ان دونالد ترامب اذا كان يشاهد هذه المقابلة ربما يفكر قائلا هذا رائع لدي اشخاص مثل باسم يوسف يريدون لجو بايدن ان يخسر الانتخابات لن يتم ابتزازي بالقول انني سأمكن ترامب من الفوز لقد فعل الديمقراطيون ذلك بانفسهم ولا يمكنهم الاستمرار في التظاهر بانهم الى جانبنا وانهم بحاجة الى اصواتنا خلال الانتخابات المقبلة انها اربع سنوات انهم يقتلون شعبنا في الشرق الاوسط لذا لن اتعرض للابتزاز لقد كنت مواطنا امريكيا لمدة اربع سنوات وكنت سعيدا جدا وصوت لصالح برني ساندرز ثم بايدن وبعد ذلك اجد هذا اتعرف لقد استغرق الامر مني اربع سنوات حتى اقرر العزوف عن الانتخابات في امريكا هذا عمل جيد انه عمل جيد يا بايدن لدى يشعور بانه سيكون هناك بعض المصريين الذين يشاهدون هذا البرنامج وهم يأملون ان يعود باسم يوسف الى وطنه يوما ما حتى يستمتع بالكوميديا التي يقدمها مجددا وربما يستمتعون ايضا بتأثيره في الثقافة المصرية فهل تركت مصر خلفك تماما ام ان احتمال العودة الى الوطن لا يزال قائما الشيء الوحيد الذي تعلمته هو عدم تذكر الماضي ربما سأود الى مصر فهي وطن الذي قضيت فيه اربعين عاما من حياتي ولا استطيع ان انسى ولكن الان انا اركز على كيف يمكنني ان ابني حياتي وحياة عائلتي فهي لا تستحق ان تتنقل بين اربع او خمس دول في العشر سنوات الاخيرة وهي بحاجة الى الاستقرار وفي بعض الاحيان يجب ان يكون ولائك اولا لعائلتك والاشخاص القريبين منك باسم يوسف كان من دواعي سروري ان اتحدث اليك شكرا لوجودك ضيفا في برنامج هارتوك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة